بسم الله الرحمن الرحيم عزيزي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس الحقيقة عايزة أبدأ مع حضراتكم اللي حضراتكم شايفينه من مبارح أو من وقت مصادر قرار المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي بأن المباراة النهائية لدولة أبطال إفريقيا ستقام في المغرب أو في مركب محمد الخامس في المغرب للسنة التانية على التوالي بأول حاجة عايزة أبدأ بها مع حضراتكم إنه تلات حاجات عملها النادي الأهلي النهاردة وكلام ده أنا قلته لحضراتكم بارح آخر اليوم وأنا بتكلم مع حضراتكم قلت لكم حانا خلينا ننتظر ماذا سيكون الرد الرسمي أو الموقف الرسمي للنادي الأهلي النهاردة ظهر الموقف الرسمي خصوصا بعد الملحمة الكبيرة اللي عملها جمهور النادي الأهلي مبارح بالهاشتاج بتاع ستوب كاف كوروبشن ستوب كاف كوروبشن ده هاشتاج من مبارح للنهاردة معدي المليون ونص جمهور النادي الأهلي بيقول للعالم كله احنا مش قادرين نشوف هذا الفساد بهذا الشكل ونسكت عليه جمهور النادي الأهلي بيقول للعالم كله مش فارق معنا ان احنا نعمل اي حاجة غير ان احنا يتم التعديل ويكون هناك شيء عادل مش مهم مين اللي يكسب مش مهم ايه اللي يحصل ولكن يجب ان يتم تطبيق العدالة على الجميع وفي كل الاوقات كتير بيسألوني هوا انتم بتعملوا كده ليه احنا بنعمل كده وحنفضل او مجلس ادارة النادي الأهلي بيعمل كده وهقولكو التلات حاجات اللي عملهم النادي الأهلي النهاردة بيعمل كده بحثا عن العدالة او بحثا عن تحقيق العدالة انا عندي حق لازم افضل ماشي ورا لغاية اخر لحظة ايه اللي هيحصل في الماتش محدش عارف احنا مش عارفين لسه مباراة يوم السابت ايه اللي هيحصل فيها